بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم مرحبا بكل من اتحق بقناتي طبعا بعد توزيع رزنامة الاختبارات رح نقدم مجموعة من نصائح القيمة حتى يمر علينا الفصل الثاني بسلاء طبعا تبقى الاختبارات الفرصة الذهبية والفرصة التي لا تعرض يجب علينا أن نستغلها إذن ما هي النصائح التي أود أن أنفعك بها أنت أولى ابنتك أولى التلميذ اللي هي الشهادة في قناته أول نصيحة عدم الإغترار بنقطة الفرصة يعني كان التلميذ مثلا دي عشرين فرياضيات عشرين فرياضيات يليك لك تحافظ عليها وكيف تحافظ عليها بدوام المراجعة ما جبتش عشرين فرياضيات تديرك رع فوق رع إلا ويجب لك تكمل المراجعة التيعك نقطة الاختبار أهم من نقطة الفرض هذي أولى صيحة النصيحة الثانية اللي هي كانت نقطة الفرض غير مرضية يعني ما رضيتش بيها كانت كارثية غير مرضية في كل الأحوال هذه ليست مشكلة لأن نقطة الفرض مضروبة في واحد فقط الأساسية نقطة الاختبار عليك بتديرك هذا في الاختبار يجب مثلا ثامانية في مادة اللغة العربية ليست مشكلة المشكلة أنك تجيب ثمانية في الاختبار ولا أقل من ذلك أمامك فرصة الاختبار عليك أنك تجتهد وتضاعف المجهود التيعك لكي تحسن من نقطة كذلك النقطة الأخرى أهم شيء الاهتمام بإنجاز الوضعيات ووضع كراسة خاصة لها وكل المادة على حدة طبعا نعرف بأن الوضعيات الإدماجية على ثمن نقاط في كل المواد الاختبار فيه وضعيات إدماجية من الآن نبدأ ندير كراسة للوضعيات الإدماجية كل عندي ربع ولاد ولا ثلاثة ولاد اللي عندي حتى الابتدائي رح نديروا الوضعيات الإدماجية كل تنمير ديلي له كل الإبن ديلي له كراس خاص بالوضعيات الإدماجية يراجع منح طبعا حتى الوضعية الإدماجية تعتبر مراجعة شاملة لأن الوضعيات الإدماجية فيها الأسئلة متنوعة ومختلفة لكافة الدروس النصيحة الأخرى تخصيص نهاية الأسبوع للحفظ لم يبقى الكثير هذا الويكند والويكند جاء والويكند أخر كل الحفظ مواد الحفظ تبقى الوقت طويل يمكن عندك اختبار التاريخ الجغرافية ليلة الأربعاء وانت تحفظه لو كان ما تكونش حاضح في ويكند قبل الاختيبارات طبعا مواد الحفظ لها يسروا تقريبا كل المواد تحتاج إلى حفظ حتى الوضعيات الإدماجية يحتاجوا إلى حفظ خصوصا في مواد اللغات فرنسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأمازيغية تنميل هناك كان ما عنده شراسيب يحفظ الوضعية لكي يكتبها كذلك النقطة الأخرى إذن يجب الاقتناع بأن الفصل الثاني هو الفصل أو الفرصة الذهابية يجب الاقتناع بهذا ما عندك فرصة أخذ أخرى ضيعت الفرصة تاعة الفصل الأول بقيت لك الفرصة تاعة الفصل الثاني اللي ما شابش المعدل في الفصل الأول فرصة الذهابية هي فرصة أخذ الفصل الثاني طبعا والدروس اللي رح تدخل هذي 15 نيوم الأخيرة فقط من 15 فيضري حتى الواحد مارس دروسة 15 نيوم ممكن أنها طرف عقل السما ممكن أنها تنزدك للأرض ما تسمحش اللي لهذه الأيام أنها تروح من من يديك وضيعها بها سنة كاملة ولا ما تحسنش بها المعدل التاعك طبعا تلميذ اللي بإمكانياته إمكانياته كبيرة هي فرصة بشي يطلع في المعدل يفرح نفسه فرح أساسي يفرح أوليئه اللي ما شابش المعدل هذي فرصة تبدأ تحفظ وتلاجح بشي تستدرك الفصل الأول لضع منك طبعا لا توجد فرصة أخرى الشيء الأخر النصيحة الأخرى التركيز على دروس فيفري وإعادة تصحيح الفروض في البيت طبعا الفروض اللي ذنها في شهر فيفري هي القاعدة الأساسية للاختبارات صحح الفرض عاود تصحيح الفرض ومبعض نطلق في الملاجعة لأن الدروس متسلسلة الدروس الرياضية للغة الدروس الرياضية الدروس الفيزياء الدروس العلوم هي دروس متسلسلة اللي يفقدت منها حلقة ما فهمتش وكي ندير باش ندير الملاجعة الفرض عبارة عن حوصلة للدروس السابقة إذن ما علي إلا أني أعيد ملاجعة تصحيح الفرض في كافة المواد ثم أبدأ في الملاجعة كذلك لنصيحة الأخرى الاعتماد كليا على الدروس من 15 شفري إلى غاية 5 مارس طبعا نذكرت هذه النقطة ونعود ثانية نذكرها يجب أنك تعتمد على الدروس تحدث للفترة الأخيرة هي اللي رح تكون في الاختبار حتى وإن الأستاذ ما حدد لك لنهضر هنا لقب الخصوص على الثانية المتوسط حتى وإن الأستاذ ما حدد لك هذه الدروس بدأ بها هي الأولى أو بعد عاد رح للدروس القادمة دروس الاختبار ستكون من 15 ديسمبر من 15 فبري حتى 5 مارس خصوصا بالإبتالي المتوسط وخصوصا الثانوي ما نهضر على الإبتالي المتوسط إبتداء دروس الفصل الثاني كاملة كذلك لنقطة المهمة الأخرى التركيز على الوضعية الإدماجية التركيز على الوضعية الإدماجية خصوصا في اللغات علىها باعتبار أن كل وحدة تدرس الآن فيها هي موضوع اختبار يعني الوحدة اللي رأنا فيها في الفرنسي هي الوضعية الإدماجية هي الوحدة اللي ندرسها فيها في الإنجليسية الوحدة الإدماجية الوضعية الإدماجية الموجودة فيها من الخبر如何 بعض اي صفيا به على الوقت من الخبر على المنذي هذه هي معال과�ів مواطعي مهر ビ evaluation المض�عيه ومعالي المض�عه تحفظ دروسك في مواد التاريخ والجغرافية والتربية المدنية والتربية الإسلامية ستجد أسئلة ووضعية الإدماجية ستكون درس كامل ستكون درس كامل كل الدرس في العناصر الساعة طبعا هذه فرصة لا نحب أي تلميذية يتخلف عليها وتنكسف راحتها كما صرحنا في الفصل الأول سقوط المعدلات كثيرة فالفصل الأول كانت الدرس الدرس الفصل الثاني ونبدأها من الآن ونستطرق المواد التي لا نفهمها كذلك نرجع الأسئلة لا نفهم فهمني بها ونعمل المهمة للمحاولة كذلك كان الدرس في اليوتيوب الدرس الخصوصية كذلك بإمكانك أنتك تستند على أستاذ الدرس الخصوصية كي يشرح لك ويفهمك المواضيع التي نقص فيها هذه أهم النقطة طبعا هذه أهم النقطة لنصح بها الأمهات ونصح بها التلابيذ الإختبارات على الأبواب والفرصة من أن نحبها شضيع من ما يجب أن نستغلها أحسن استغلال ونبكو في أخير المطاف تمني أتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء في فيديو أخر بإذن الله شكرا شكرا